هكذا تبدو اليوم مسارات الطرق البرية بمحافظة المهرة بعد أكثر من أسبوع على أصار لوبان وهكذا يجد المارين بهذا الطريق أنفسهم مضطرين لدفع مركباتهم بعد أن تسببت مياه السيول والتي بلغ ارتفاعها في بعض المناطق لأكثر من 12 متر في جدف وتدمير أجزاء واسعة من شبكات الطرق بالمحافظة حجم الأضرار التي صابت محافظة المهرة في قطاع البنية التحتية في قطاع الطرقات بحدود 60 إلى 70% من الطرقات الخطوط الرئيسية المربوطة بالعاصمة تعرضت للنهيارات وقلت أن تشاهدوها خلال استطلاعكم تحطم الجسور وجدف مياه السيول للمركبات وتدمير الطريق الإسفلتي أجبر السكان والمسافرين على هذه الطريق الدولية الرابطة بين اليمن وسلطنة عمان للجوء لمسارات بديلة أخرى وعرة وغير ممحدة ما زاد من حجم معاناة المارينة وضاعف من زمن المسافة والسفر السيول الجارفة التي اجتاعت هذه المحافظة في الأيام الماضية تسببت بقطع الطريق والجسور وتهدم المنازل وتعكير حياة المواطنين المسافرين والمرضى هذا لا يعني أكثر الناس طوعين عن خدمة السفر يعني صعب جدا أنك تنقل شخص من الغيظة إلى المكلة أو إلى سيون لتلقي العلاج هذا صعب جدا بسبب الجسور ما بش الطرقات ما بش كل شيء مخرب وليست هذه المشاهد الوحيدة للأضرار التي خلفتها تأثيرات الحركة المدارية لوبان على البنية التحتية بمحافظة المهرة فشبكة التيار الكهربائي خرجت عن الجاهزية بصورة شبه كاملة بعد تعرضها لخسائر بمليارات الريالات ما اضطر السلطات المحلية استقدام فرق هندسية من خارج المحافظة لتنفيذ عمليات الإصلاح والحال لا يختلف كذلك بالنسبة لقطاعات المياه وشبكات الاتصالات التي نالت هي أيضا نصيبها من الجرف والتدمير فيما لا تزال جهود السلطات المحلية مستمرة لإعادة إصلاحي ما يمكن إصلاحه ملفات عدة وتحديات كبيرة تواجه محافظة المهرة بعد انتهاء إعصار لوبان الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من قبل السلطات المحلية والحكومة والتحالف العربي خصوصا في ملف الخدمات محمد اليزيدي لقناة بلقيس مدينة الغيظة محافظة المهرة مرحظة المهرة اشتركوا في القناة